كيف تستطيع إيجاد توازن بين حياتك المهنية وسائر نواحي الحياة كيف تستطيع أن تستفيد إلى الحد الأقصى من وقتك تجاه تطوير مسار حياتك الوظيفية هذا ما سننقشه في هذا القصة بناء على دراسات كثيرة حول هذا الموضوع توجد عدة طرق وأسليم لتنمية المهارات الذاتية التي تفيد المستقبل لمهن للإنسان سأذكر بعضا منها أولا احرص على النظر إلى الوقت كسلعة غالية ينبغي عدم إهدارها تعلم ما يسمونه بإدارة الوقت أو بالأحرى إدارة نفسك تجاه الوقت ثانيا قم بالتخطيط لوقتك قم بإعداد مخططات اليوم التالي بشكل يومي والتزم بها تساعدنا التكنولوجيا في هذا الأمر بقوة حيث أصبح بالإمكان إدخال مخططك على هاتفك أو في جهاز الكمبيوتر ثالثا قم بتقسيم المهام الملقاة على عاتقق تبقى لأهميتها ودرجة الإلحاح المطلوبة في إنجازها المهام التي يتوجع للإنسان إنجازها تتراوح بين متغيرين اثنين سنقوم بعرضهما على شكل البياني الذي تشاهدونه المتغير الأول هو درجة الأهمية degree of importance مثال على شيء شديد الأهمية هو إعداد تقرير مهم طلبه منك رئيسك مثال على شيء قليل الأهمية هو شراء مجلة مثلا المتغير الثاني هو درجة الإلحاح degree of urgency أو إلى أي درجة من الاستعجال عليك أن تقوم بهذا العمل مثال على شيء على درجة كبيرة من الإلحاح هي تسليم تقرير بتاريخ معين قريب مثلا غدا أو بعد غد مثال على شيء على درجة منخفضة من الإلحاح هي تقرير مطلوب تسليمه ولكن بعد فترة طويلة نتيجة لتقاطع هذين المتغيرين نحصل على أربع احتمالات متعلقة بالمهام كما يبدو في الشكل البياني إما أن تكون المهمة أو العمل المطلوب فعله غير مهم وغير ملح في نفس الوقت أو أن يكون مهما ولكن غير ملح أو ملح ولكن غير مهم أو مهم وملح في نفس الوقت بالنسبة للأعمال غير المهمة وغير الملحة في المربع الأول ففي ظل تضارب الأعمال فعليك أن تقوم بالتخطيط لتأجيلها والأعمال المهمة ولكن غير الملحة فعليك أن تضع جدولا زمنيا يحدد في أي وقت من المستقبل ستقوم بأدائها وبالنسبة للأعمال الملحة ولكن غير المهمة ففكر بجدية بتفويد آخرين لفعلها أما بالنسبة للأعمال المهمة والملحة فعليك أن تضع قطط لأدائها مباشرة دون إبطاء أو تأجيل لنأخذ مثلا على هذا الموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار أن الناس قد يختلفون فيما هو مهم أو غير ملح بناء لحاجاتهم وقيمهم وظروفهم المثال هنا قد ينطبق على بعض الناس وليس على غيرهم أرجوكم أن تنظروا إلى الطريقة المتبعة وليس إلى الاختيارات الدقيقة في المثال قمت بكتابة لائحة بالأنشطة مثلا 24 نشاط التي تود القيام بها خلال الشهر المقبل كما ترون مثل العمل على تقرير ينبغي تسليمه خلال أسبوعين العمل على تقرير ينبغي تسليمه خلال شهرين شراء هدية لقريب قراءة الصحيفة يومية زيارة عائلية تنظيم بعض الأشياء في محيط العمل إلى آخر هذه الأشياء الأربع وعشرين نقوم بتوزيع هذه الأنشطة حسب أهميتها ودرجة إلحاحها بتوزيع هذه الأعمال إلى مجموعات أربع يتبين التالي أعمال مهمة وملحة أعمال مهمة وغير ملحة أعمال ملحة وغير مهمة وأخيرا أعمال غير مهمة وغير ملحة نقوم بعد ذلك بتصنيف الأعمال في هذه الخانات الأربع فندرج ضمن الأعمال المهمة والملحة مثلا العمل على تقرير ينبغي تسليمه خلال أسبوعين زيارة لصديق عادة من السفر بعد غياب وقد تدرج ضمن الأعمال المهمة وغير ملحة العمل على تقرير ينبغي تسليمه خلال شهرين قضاء وقت مع العائلة أما ضمن الأعمال الملحة وغير مهمة فمثلا تدرج قراءة الصحيفة اليومية أو الذهاب للتبضع الأسبوعي وأخيرا ضمن الأعمال غير المهمة وغير الملحة فراء هدية لقريب أو تلخيص مقال بالنظر إلى هذا الجدول يتبين لك أن أولوياتك تقتضي السعي لإنجاز الأعمال المهمة والملحة حالا إذا أمكن دون تسويف أو مماطلة بغض النظر عن درجة حبك لهذه الأشياء كثيرا ما تختلط علينا الأولويات فنصرف أوقاتنا في أمور لأننا نستمتع بها عوض صرف الأوقات بما هو ضروري لحياتنا العملية والمهنية من الجدول الذي تراه عليك حالا أن تقوم بالعمل على إنجاز التقرير الذي ينبغي تسليمه خلال أسبوعين كما هو التخطيط لزيارة صديق عائدنا السفر زيارة معرض مهم إجراء مكالمات مهمة وملحة وبالطبع زيارة طبيب اجتماع مع الزبائن أساسيين في العمل وغير ذلك قم ببرمجة دقيقة لما هو مهم وغير ملح مثل التقرير الذي يتوجب تسليمه خلال شهرين أو الدراسة الامتحان مهني فكر في تفويض التبضع الإسبوعي لآخرين إذا أمكن ذلك بالإضافة لتفويضهم متابعة المكالمات غير مهمة أما فيما يتعلق بالأمور غير ملهمة وغير ملحة فبرمجها لوقت لاحق في المستقبل بالإضافة لما تقدم إليك بعض النصائح السريعة لزيادة إنتاجيتك في العمل وفي الحياة أولا حاول أن تتعرف على الوقت الأفضل الذي تستطيع فيه أنت زيادة إنتاجيتك وقد يختلف الناس في هذا الموضوع حيث يفضل بعض الناس أوقات الصباح الباكر فيما يفضل الآخرون أوقات أخرى يمكنك مثلا الاستيقاظ مبكرا بحوالي الساعة تستطيع عمل الكثير في هذه الساعة الإضافية حتى تستطيع العمل بنشاط عليك النوم مبكرا بساعة قد يناسبك هذا الأمر وقد لا يناسبك ولكنك لن تعرفه إلا إذا حاولت ثانيا حاول القدوم إلى عملك مبكرا قبل الدوام ببضع دقائق على الأقل ثالثا ابدأ نهارك في العمل بما هو ملح وما هو ضروري اترك الأمور الأخرى للأوقات التي تضعف فيها طاقاتك خلال النهار رابعا قم بمراجعة بريدك الإلكتروني في فترة محددة بعض الظهر مثلا إلا إذا اقتضت ظروف عملك غير ذلك خامسا قم بتحديد الملهيات في حياتك هل هي التلفزيون؟ هل هو الفيسبوك؟ هل هم أصدقاء تخرج معهم كل يوم بلا طائل؟ زملاء عمل يلهونك عن واجباتك؟ إذا قمت بتحديد الملهيات في حياتك أو مضيعات الوقت تستطيع بعدها أن تعيد خطة للتعامل مع هذه الأشياء التي تسرق منك الوقت سادسا التزم بروتين الإيجابي في حياتك من رياضة وعمل؟ إن الكثير من الأمور الإيجابية في الحياة تنتج عن قدرة الإنسان على اكتساب عادات متكررة بحيث تصبح جزءا من الروتين اليومي سابعا اكتسب القدرة على أن تقول لا إن عدم قدرتنا على رد طلبات الآخرين كثيرا ما يقعنا في إسراف الوقت في الأشياء المهمة والملحة للآخرين ولكن ليست ملحة ومهمة لنا ثامنا في وقت العمل ركز على العمل وأعطيه كل قلبك وفي وقت الراحة ووقت العائلة لا تجعل أعباء العمل تشغلك عن وقت نفسك ووقت عائلتي